السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الفرنسية مع لبناء لمستوى ما قبل المبتدئين حلقة اليوم خاصة بالأصوات والحروف الساكنة التي يتغير نطقها إذن لازلنا في هذا الدرس اليوم سوف نتعرف على الحرف ك هنا فقط إشارة هناك من يقول لهذا الحرف كيلون وهذه القراءة خاطئة وليست خاطئة فقط ولكنها كلمة قبيحة معناها في الفرنسية لذلك هذا الحرف ينطق ك إذن الحرف هو ك والصوت هو ك هذا الحرف يشبه نطقه كحرف الكاف في العربية هناك من يكتبه عند كتابة العربية بالفرنسية هناك من يكتبه كمقابل للحرف قاف ولكن هو في الفرنسية لا يعود الحرف قاف وإنما ينطق مثل حرف الكاف وليس حرف القاف إذن بالنسبة لهذا الحرف هو صراحة لا يتغير نطقه فقط هناك شيء يقع له عندما نريد أن نحركه ماذا يقع؟ لا بد أن نكتب بقربه U هذا الحرف الذي هو U نكتبه ولكننا لا ننطقه يعني لا نقول هنا كو وإنما نقول كا إذن فقط نكتب هذا الحرف بينه وبين الحرف المتحرك إذن دائما الحرف ك عندما نريد أن نحركه فماذا يقع؟ نكتب U ثم نكتب الحرف الذي سنحركه به ونقرأ كا كو كي إذن لا نقرأ كوي وإنما نقرأ كي كما قلت لكم يعني U تكتب ولا تنطق أعيد القراءة كا كو كو كي لنرى بعض الحروف أو بعض الكلمات التي يحتوي عليها أو تحتوي على هذا الحرف لاحظوا معي سانك سانك إذن سانك كما ترون ليس بعدها U لماذا ليس بعدها U؟ لأن هذا هو آخر حرف في الكلمة ولا يعني ينطق ساكنا وبالتالي بما أننا لم نحركه إذن لم نكتب بعده أي حرف كو بونك ميزيك إذن كما ترون أن كل يعني كل كلمات فيها Q ينطق في آخر الكلمة لكن هناك كلمات تكتب بـ Q فقط وهناك كلمات تكتب بـ Q ثم U ثم U لماذا؟ لماذا هذا الفرق يعني في الكتابة؟ الأمر جد بسيط هنا سانك وكوك هاتني الكلمتين يعني في المذكر وعندما تكون الكلمة مؤنة يعني في التأنيت ماذا يقع؟ طبعا تعلمون أن الفرنسية عندما نريد يعني أغلب الكلمات في الفرنسية المؤنة تنتهي بـ E إذن طبعا لا يمكنني أن أضع Q بعده E مباشرة كما قلنا قبل قليل لابد من إضافة U ثم نضيف U داكور؟ طبعا U لا تنطق وهنا أيضا U لا تنطق لماذا؟ لأن هناك قاعدة بسيطة جدا تقول أن الكلمة إذا كان فيها أكثر من صوت فـ E في الأخير لا تنطق مثلا U تنطق فقط إذا كانت الكلمة فيها صوت واحد فقط مثل ولكن إذا كانت الكلمة فيها أكثر من صوت مثلا هنا بونك إذا أكثر من صوت لذلك U في الأخير لا تنطق تكتب ولا تنطق إذا هنا كتبنا U فقط للدلالة على أن الكلمة هي مؤنة وقلنا أن U لا تكتب مباشرة بعد Q ولا بد من كتابة U يعني بين Q والحرف المتحرك إذا 5 هي خمسة كوك ديك بونك بانك ميزيك موسيقى الآن سوف نتدرب على نطق هذه الكلمات نتبهوا معي جيدا وكما أقول لكم دائما من الأفضل أن تكون أمامكم مرآة هكذا تتعرفون على إن كنتم تحركون الفم بالطريقة الصحيحة إذا لاحظوا معي كوك 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 سانك 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 بونك بونك مو زي ك مو زي ك موزيك موزيك أيضا نتعرف على كلمات أخرى لاحظوا معي كارتي كارتي كي تي كي تي كيس تي كيس تيون كيس تيون إذا لاحظوا أن ك عندما يحرك دائما نكتبه بعده ك هنا أيضا إي كي هنا أيضا أ في هذه الحالة تنطقوا إي لأن بعدها حرفين ساكنين إذا سنتعرف على ذلك أيضا في الوقت المناسب نقول كي كيس تيون لكن لاحظوا معي هنا لن نقول أكاريوم ولكن تنطقوا هذه الكلمة أكواغيوم 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 إذن هنا يوجد استثناء إذن هذه القاعدة التي قلنا طبعا تطبق على أغلب الكلمات في الفرنسية دائما عندما نريد أن نكتب كي ونحركها دائما نكتب إي ونكتب بعدها الحرف المتحرك ولكن إي لا ينطق إلا أن هناك بعض الاستثناءات نادرة جدا من بينها أكواغيوم أكواغيوم حوض السمك هنا إي تنطق يعني إي مع أ تعطينا أكواغيوم داكار لماذا نطقت و؟ لأن إي هنا بمعنى أو ينطق كأو داكار ينطق كأو وطبعا نعرف أن أو مع أ تنطق و داكار لاحظوا حتى إذا نطقت كل واحدة بمفردها يعني أو أ أو و أو و داكار إذا نقول و طبعا لا نطيلها يعني لا نقول أو و أو و وإنما فقط نقول و و لذلك قلنا أكواغيوم إذا نتبهوا للنطق حتى يعني تستفيد أكثر كي س ت يون كي س ت يون ك esses تيون كعر ك brothers كية كارتير كارتير كئي تي كي تي كيد ككت كف إذا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى